اشتركوا في القناة الوالد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرفع إلى مقام جلالتكم السامي خطابنا هذا دعين الله أن يمن عليكم بالصحة والعافية والعمر المديد أدامكم الله عزا وذخرا لشعبكم المخلص وحفظكم الله من كل سوء ومكروه وسدد الله خطاكم لما يحبه ويرضاه إننا نرفع إلى مقامكم السامي كل الشكر والتقدير على ما تضمنته كلمة جلالتكم في دور الانعقاد والتي حملت العديد من المعاني السامية في قوة وترابط البحرين وتحقيق الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وتعزيز دور المؤسسات الدستورية وتحقيق التكامل بالمملكة من كافة النواحي بما فيها الجانب الشبابي والرياضي والذان حقق إنجازات باهرة في مختلف المجالات سيدي جلالة الملك الوالد لقد تمكنت الحركة الشبابية والرياضية في عهد جلالتكم من تحقيق إنجازات نوعية متميزة وكان اهتمام ومتابعة جلالتكم لمنتسبي هذين القطاعين الداعم الأول في الوصول إلى تحقيق أهداف عام الذهب حتى تمكننا من حصد الميداليات الذهبية عام 2018 ليتم الوفاء بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا بداية العام الجاري ونعاهد جلالتكم بأننا سنستمر في تحقيق إنجازات جديدة على جميع الأصعدة الشبابية والرياضية والمضي قدما نحو رفع راية الوطن لمواصلة ما بدأناه بمباركة جلالتكم ودمتم سيدي سالمين موفقين بحفظ الله ورعايته ابنكم المخلص ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر